الاثنين الاثنين نوفمبر عشرين ربا عشرين ربا عشرين مرحبا بكم في موعد جديد من سبول ميكس نجم التبعون اوين ما كنتو في تونس الكبرى على الفريقان سمتعنا 106.9 وتشاهدونا ايضا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينك تلقا وهاب داتو تسويت على قناتنا في يوتوب صنغان تشاهدونا بالصوت والصورة نحكو عن مقابلات البطولة الوطنية لكرة القدم نعودوا على اهم استنتاجات الجواء العاشرة مع ضيوفنا اليوم مختار دبوس مرحبا مرحبا بيك مرحبا بزميع ضيوفك متبعين برنامجناع ايضا محل اداء السنين ستوبيك ونهارة ثنين ملك بالقاضي مرحبا يا ملك مرحبا يا ملك اخوى احمد انا فرحان برشا بوجود شكوين احمد سلام ملك فيك يا ملك فيك يا ملك شكوين احمد نبدأ الشكر بخوى احمد اخوى احمد مخصي بكو سلام انا فرحان بوجودي بعد سيبود ابوز وخوى احمد وصيبواج ليسيد وشكوين قد بالاضافة مستمعي ومشاهدين راديو مسكو برنامج سونجو مرحبا بيك احمد مرحبا بيك احمد السالحي مرحبا اهلا وسهل اسلامي يظهر لي اليوم حلقة بيش تكون ساخنة جدا معتبارا للمواضيع العديدة الحارقة الحارقة نحب ليسالك سؤالك ندعبك شوي على السواح حضرت في الزواج ما كنت من بين المدعوين يظهر لي انت ابن السيد الحمد المد لا ما كنتش مدعوين خوى ريت تصورك لا لا ما حضرت شو مايش من المدعوين شنقلي شعات اخوى يدخلش فيها وفهمت شنين جبت رحية ذي ملو فوتوشوپت اعرفني اخوى تصورك خاين نشوفهم انا ما شوفتهم مش السيوار جيسيد مرحبا اهلا بيك اسلام مرحبا بالوخيان الحاضرين ومرحبا بالسيدة المستمعين شكرا لك سيوار جدي بش نبدأوا بالاخبار اللي اسمعناها اليوم السباح ايقاف زوجهم اللاعبية البرح في الليل بعد ما تم الاكتشاف اللي عندهم معاتها مواد مخدرة لاعب منهم من فريق كبيرة في العاصمة وكان اساسي مع فريقه في المقابلة متاع الجولة الاخيرة للبطولة وقدم مستويات متميزة لهنا نقطة تساؤلات كبيرة خاصة لنا معاتها اهمهم اللاعب هذا اللي كنا نعاولوا عليه بش يكون واحد من المستقبل كرة القدم بتونسيه لكن اليوم انت فيش وبخبارك كما هكا غريبة شوية خانا اخذ تعليق احمد من عندك هو ساعة اللاعب هذا واعت كما كنت تحكي عليه ولاعب معاتها انترنسيونال وكنا ننتظروا منه في اشياء كبيرة اما زاد شو اسلام خلنا سبوا الاشياء هي المخدرات راي انوع فما البسيطة وفما المخترق انا في تقديري راه الملاعبي انفان تكونت داكورد هو سيتان سبورتيف وفوتبالور يلعب في جماعية كبيرة لكن هو فرد من فرد المجتمع التونسي اللي نسبة الاستهلاك متاع المواد المخدرة راي نسبة عالية في المجتمع متاعنا وما هوش اللاعب الوحيد راهوا فما نسبة كبيرة وعدد كبير من الملاعبية حتى دوليين ويلعبوا في فرق كبيرة رايما يستاركوا في انواع من المخدرات وهذه معناتها حقيقة ومنها مش نهربوا منها مش حتى كان في تونس في العالم كامل موجودة هذه ظهرت الاستهلاك متاع المواد المخدرة خاصة بالنسبة الى الملاعبية باي بشكامل حكي على الموضوع لكن ضحكني تعليق من صديقنا محمد الزراعي يقول لي قلت المالك فيق وانتي بيتك مكشفيك يقول لي قلت الاثنين واثنين نوفمبر واحنا اليوم اثنين ديسامبر وينوصل التعليق بكل الرحامة السادة مختار دابوس ماذا اللي سادم شوية الاخبار الخاصة خاصة انك يعرفنا اسم الملاعب ولكن الحقيقة كان يطلع اسم الملاعب اللي قاعد الداول توا في الوسط الاسم اللي قلتولك مؤكد صحيح انا بالنسبة لي كان يطلع الاسم اللي في موقي اللي يهم الحقيقة جمعيتي نحكيه بصراحة اللاعب خرج اسمه انا بالنسبة لي انا اندريس ما اسمعت خبر وفاته والله يصدقون ياه معناه كوراويا اسمعت خبر وفاته معناه انا اللطف عليها اللطف عليها انا انا قلت كوراويا انا محكيت اشتاو كوراويا انسان العبيد الكل بخص الجماعير الجمعية امتيعوا تستنى فيه ويراو فيه حاجة كبيرة فيها الجمعية منعاش انا عابد راو يستاهلك راو نخدمو فيها نحنا يوميا راو تستاهلك تعرفش معناها تستاهلك عندك مشيك نخدمو في المهنة نخدمو فيها نخدمو فيها المهنة انا هنين نقول شنو المشاكلة عندك اللعبة ذا انجون معروف ساليري كمريقل كرهابتك مستخبلك قدامك تعمع بشتوسل حتى تلعف الاوروبا شنو معناها شنو كتعملك ايه شنو معناها انا هنين شنقول لغزولي كما كان يحكي احمد رو شفت قضايا المخدرات في تونس صار فيهم تنقيح لكن التنقيح تعرف تختلف من محكمة الاخرى طيو محكمة بنعروس طيو تعمل فيها محكمة بنعروس تخليك اتوخلك جميع القضايا اللي فيهم مخدرات الى ان يتم جلب معناها فما اختبارات تسير واختدر رئيس الدائرة يطلع على اختبارات هذيك ووقتها يولي يخمم في الافراج المعلومة اللي عندي اليوم بشيق اعرض على قدامك هنا اعرض الوكيل الجمهورية معه فما محجوز معه الوظايا متاع الملف حسب رايب يش تكون فما بطاقة ايديا للاطراف الكل ومبعد بش نبدي او في بش ياخذوا عينه من الليعبين اذوما ومبعد يحضروا الاختبارات في الاطراف هذيك متاع تحذير الاختبار هذي بش توقعد الجلسة تتوخر كل مرة تتوخر مانا قاعدين نحكيو على ثلاث وشهرة من كاريير ولا شهرين من كاريير مانا عاد عليش هي حيازة راه هما تم معنات القبض عليهم هما فيه سيارة فيه حيازة مانا استهلاك مانا استهلاك كل الكنبيس ماش نجموه لحكيه لا 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 هذا كهول موجود وهذا كهول واقع من مصادر مؤكدة هذي هي المادة اللي شدوها عندهم مارك يتوقف 24 ساعة 8 ويخرج لا 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 سمعني في القانون الجديد ماش ترويج المعطيات ماش معروضة لحد الليل المعطيات المادة اللي شدوها المادة اللي شدوها عندهم هي ما هيش مادة خطيرة وموجودة متفشة غلط غلط لا 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 فهمها قضايا وقضوا يتعدو الانتظار الاختبار ومحاميين يطلبوا الفراج على مناوبينه ومع المحكمة تشيش معاهم الانتظار الاختبار وبيناك الاختبار حابوا يشوفوا سيد هذا مستهلك ولا غير مستهلك وسامحني أنت تسايبوا يطلع الراجل مش مستهلك ومش متيعوا المادة هذه أشي عملنا ما نعم نعم أنا نعطي فيك في كل محكمك فش تتصرف مع الملافات هذوما بالنسبة لمحكمة بن عروس إذا كان ثبتت في محكمة بن عروس محكمة بن عروس رأي ما تطلق صراح المتهم إلا ما يحضروا اختبارات في المادة في المتيار هذه هو ثم ميزونيك زمان كارون تويتر حاس ما سمعت أنا في الخبار في بن عروس محكمة بن عروس كارون تويتر دونك فلي كارون تويتر رأي ما بش يصيروا هو الخبار أول ما نزل نزل في موزايق ما بش يكون ونعطيه كل حد حقه صحيح أغير حاجة لوله حاجة ثانية قبل ما نبدأ كل شيء رأوا احنا ما نحبوش نحكيه متهم باري حتى تثبت إيدانته لأنه المخدرات اللي شدوها شدوها في سيارة سيارة شكون اسكو سيارة اللاعب هذا نحكيه عليه ماش في سيارة ا Bluetooth орهوみたい ولو متاع زميلو اللي معاها يعني ثم يعانى عديد للا التفاصيل ممعنايا ممكن تغيب علينا فهمني دونك من حبوش ناشغر تهم خلينا نحنا ما نشي نوجو التهم لكيني إنه هاو مش نمشي مع كل اخ الشي يعمل اللاعب هاخ الليل في سيارة فيها مخدرات أولا وين عائلته وين نصطافه موزايق ابرة ALKO انا ما نحكي على اللاعب ولا زوزي ماذا يعملون في وقت متأخ؟ معنى خذوا ونهارا حد راحة بشي يعملون فيه المبيقات هذي الكل معنى اللعبين المحترفين ونهارا حد يعملون حاجات أخرى مش اللحكاية هذه انا هنا اذا كانت الاسم الصحيحة اللي قاعد يتم التداول فيه تحاسب عائلته تحاسب لونتوراج تحاسب البنك وينك؟ اش قاعد تعمل؟ لحقيقة وانتي معنى ومختار انتي قاعدت حاسب عائلته ونزيدك حاجة والوالد متاعو معنى موحامي السيدة ذات لا شوف احنا انا اللاعب يلعب في المنتخبه وليلعب في جامعية كبيرة ميزموش يستنى يعني عائلته واهله ومنعرفش يكونوا يقطروا كل شي يزوم يقطر نفسه يكون عندو وعي ويكون وعي ولي ذاك مستقبله ولا ذاك معنى خبزتو هذيك خبزتو هذيك مستقبلك هذيك كل شي يزل سمه معنا معروفة اللاعب احنا مش مشكلتنا الملاعبي التونسي يعرف كان يقبل الفلوس برك تقبل الفلوس يزمك تعمل البهر مشان الكارير متاعك وتعمل معناه كيفاش تعيش وكيفاش تسر يخي ما يسهروش لبرة يسهروك لكن بيمور منظمة يمور منظمة واندروسها كل شي مش معناه تسيب ومخدرات وصهريات يعني الاصباح وكل شي ضنك نصور انا نتمنى نتمنى وان الامور معناها ما تكونش بها الدرجة هذي وانو اللاعب اللي نحكيو عليه معناها باري نتمنى من كل قلبي انو اللاعب باريك تشدد شد عندو بحيات لا ما عندوش تشدد في السيارة والله اعلم السيارة متاعشكم تعرف القضايا غيه معناها التفاصيل مهمة برشة وقتلي تشد حاجة في السيارة ناسي كل مسؤولين عليك في السيارة تمشي عليها تانيين برة ابحث وبرنا مش يتعدى على وكيل الجمهورية وتعدى على كلام التحقيق كالزم نحن هنا مليش قاعدين نحكيو على على ترويج لانو نحكيو على استهلك هذي حاجة حاجة ثانية انتي فنيا ناسي وجدي ولا العبيد كلتا اللي راو الاسم اللي قاعد من اجموش نذكروه طوع راو تراجع مستويه في المدة الاخيرة ولو انو راجع 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 مستويه مش خائب في الفترة لا لا قاعدين نحكيو على شهر وشهريا خاطر راو مش مش البارح راو قاعد يستهلك راو لقاعد يستهلك راو اللي قاعد يستهلك راو 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 العادة راي موجودة تلقاب دي انا مش جديد راو عالكورة التنسية راي اللي لا لا انا قلت لك اللاعبات اللي اسم انتي فنيا تعرف ليو تراجع مقارنة بليو تراجع موش كان هو واحد موش هو عديد لا يقول تتراجع اذا كان فعندو تصرفيات الخارج التيران هكاية راو ما تسنى منوش انا قلتك راو ليجيان دو في متعلم لعبي موهم برشا ساسو ريبركوت على الرندمون متاعو في التران واضح تم عديد الاسباق منها منها معناها نمط الحياة متاعو كيفاش يعيش لانضيبات متاعو خارج الملعب وكل شيء اكيد اذا ياثر عليه لانا حبيت نقول للمخدرات مش جديدة عند اللاعبين توانس اراو عديد الاندي عرفت معنا عديد اللاعبين اللي تناولوا المخدرات وكيما تلجم تكون له درس والراو في وضعية اخرى انشاء الله جوجتنا تعليق انا هو تو في حال تايقاف حتى اللي انت تم معت المعطيات الكل تكون واضحة ما نجمش انا من هنا باش ننحكم بالمسبق على حاجة ما زالت معيش اوفيسيال فهمتوا ينجم يكون حوزة ينجم يكون ما فهمه شيء يجم يكون الا واعلم فهمتوا وحتى لكان كيما قال اخوه احمد قال مخدرات البسيطة ما فهمت ياش البسيطة اشنوه فما فرق بين فما نوع في المخدرات احمد اختصاصي يبدو لي فالمخدرات عندو فكرة عندو فكرة اليوم انشاء الله شاء الله شاء الله يا ربي فرج عليه وشاء الله ماكو مش مثاليين شوش ماكو مش مثاليين ماما نحكموش لما تكون رسمية الحكاة المخدرات هي ظاهرة عالمية متخصش كلم لعبية توانسة واغلب لعبية توانسة يستاركوا انواع معينة بتاع المواد المخدرات ثم حتى ملاعبية وفي نسبة كبيرة منهم يعطيوهم نوع من الدواء اسمه ليكزوميل ماما ولا هم مدمنين عليه خطر خيسين مش الفرماسية يخدوا بعشها ليلة فرنك ولا هم مدمنين عليه خطر الشيخة ماما لا هذا يعطيوهم على اساس بش الملاعب يرتاح ويرقد وكل شاي ويعابة تصيروا نوع من ولا شنو الملاعبية شو اللي هو يعمل ولو يمشيوا وحدهم يشريوهم الفرماسية باش يشيخوا بيه واغلب الملاعبية وانا هم مدمنين عليه خطر خيس هذي راي ظاهرة موجود دارا وموش كيف في الملاعبية هذا الموجود اللي شلوليه كاي من بشر برشا سترس عنده 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 واشا فلوس ناقش ولي حطهم لا لا مش حكيت فلوس هذا خي بشر الملاعبية فما معناتها للنوعية الحياة استرس تلعب في جماعية تعكورة مش سهل انتي تواجه كل يوم معناتها في انواع شتة من الضغط عادي باش للملاعبية انا انا من شرعش راول استهليك المواد المخدري نجم الانسان يضيع وقت ولا ولا يتفرد بأي نوع من الاشياء الاخرى انا المواد المخديرة لها خالنا ندخل نحكي شوي على الماتشويت متاع البطولة متاع الجوه العاشفة باش نو ماني يتفرهد بالنوع اخرى تفسر النابر اي مش بالضرورة المخديرة كنت اما يتفره بينا انا صعبية او اللاعبين انت أشب بالضربية مانوفية لا 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 ماندخلوش تحت سقافة اليه لا 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 ماندخلوش تحت سقافة اليه كم حافظت عارفك واي انت حب تهزج وانت اختان اختان صيفهم وفيت لحكيل باي مالك فانا بافشا استنتاجات حذرتهم من الجولة هذي بصفة عام مقبل ما نغوصوا في التفاصيل الجولة كما تشوفوا في الفوتوان جولة خمسة بونتو في الماتشوات الكل فيهم خمسة بونتو للمحترفين وفيهم سبعة بونتو من كرة ثابتة لانا عكس جورنيه اللي تعديت نسبة تهديفية اكثر وعبا وجمع التعديت شوفنا السياق اليسار بدعت سرتون هار سبت لكن جورنيه هذي خمسة بونتو وفيهم خمسة المحترفين وفيهم سبعة بونتو تقريب خمسين بالمئة معناتها من كرة ثابتة مبعت بطبيعة تلدخل في اكثر تفاصيل مقابلة الناد الفريق والتراجل باي خاني بدأوا بماتش لكلوب وستاد سيواجدي نبدأ معك انتي مقابلة هزيمة أولى الناد الفريقي في الموسم هذا قدام ملعب التونسي اعتبرت اللي كان زوي يتفوق على بيتوني التكتيكين انت شني قراءتك المقاب والله نجم يكون لانه الملعب التونسي تحسن مع مهركان زاري بصراحة يعني كنا قبل الملعب التونسي وقت اللي شفناها فرد في عديد اللاعبين كنا نقول عديد الملاحظين ومتابعين يقولوا للملعب التونسي بشينزل المستوى الموسم هذا وعلى عكس ما كانوا الناس كل متوقعين شفنا الملعب التونسي وقلوا مهركان زاري حسن يعني الفريق متاعو وطور الفريق متاعو بالنسبة للبيتوني اظنوا انو ما تغير حد شيء تغير حد شيء نقاط الضعف متاع النادي الافريقي او بليتون نقاط السلبية متاع نادي الافريقي بقات هي بيدها ابتداء من وصل الميدان الويتون الاسم داخل genuine فريقي دور الخسارة من النادي الافريقي ضد الملعب التونسي هي خسارة وصل ا terceري اجانب لموجودين في الفريق هما يمثلوا نقطة قوة الفريق بصراحة معناه وسط ميدان بتاع نادي أفريقي خسر كما نقوله في اللغة بتاعنا معركة وسط الميدان ووذايا من نادي أفريقي في كل المباراة تقريبا المردود تاع وسط الميدان بتاع نادي أفريقي معناه كان بصراحة يعني ضعيف ذي الحاجة الأولى الحاجة الثانية من نجموش نطلبه أداء من نجموش نطلبه معناه تماشي انسجام بين اللاعبين بقي التشكيلة قاعدة تتبدل مانيش عارف أنا مسيو بيتوني عنده هو تبيع فكره فكرته وفكره وفلسفته كل شيء لكن نغيره اللاعبين صاريف وحده غير اللاعبين لكن من نجمش نغير اللاعبية اللي ماتش لي فات كانوا وليما يرجوه في اللي كيب من نجمش كيزا أم بي كان من أحسن اللاعبين وسجلش نوجه ما زلت أب منه تخلي الماتش اللي من بعد بديل لا ومش تخلي بديل فقط تهبتوا في دقيقة 80 مش حتى دخلتوا أول ميتونة ولا حاجة لما حاجة معناه قابلة للنقاش لأنه سيو بيتوني ماوش معصوم من الخطأ خطأ راو والمدرب وغورديولا طوى سبع ماتشويت مربع شماتش ماتش مالك هاو معاش نتكلموا على سيتي خطر غورديولا لا لا يسمى راو كورت قدم ماذا يراو فيها يعني نقاش كل شيء مايش عن مسحيح هذي حاش قلوله وساسمه تيني تيني لاريرجوش تيني ويس احسن أنا نقول لكم احسن ظاهير يصار توفي تونس احسن ظاهير يصار في الآداء بتاعه الدفاعيين وهجوميين ومنظم كلمونجالا هليش من بعد ما نرقاوش تلعب سيلي اللي لعب أقل منه وممكن حتى المردود للهجوم بتاعه مانتشي مش تلعب راوته بالهيير يلعب كان الدفاعه بركة فهمني مش كنت النادي افريقي لحاجة الأخرى وانو الأظهر بتاعه معناها في الناحية الهجومية ما قدمه حتى إضافة راو نقات سلبية عديدة في النادي الافريقي حاجة الأخرى نجم نقول لك الأروقة بتاع النادي الافريقي مش قاعدة تخدم مليح من بداية الموسم من بداية الموسم الأروقة على اللي مين وعلي صار مش قاعدة تخدم كل سواء الخضراوي والإصرار في عديد نقات ضعف برشا يلوموا على حمدي العبيدي كيفاش ما سجل والله يو كان جيب شكون مهاجم قلب هجوم إذا كان عندك نقات سلبية هذي كل في الأظهر وفي الأروقة في وسط الميدان حتى كورة ما وصلتش كورة الحمدي العبيدي ما وصلت حتى كورة اللوم مش على الملعب اللوم على طريقة اللعب وعلى أسلوب اللعب وعلى التنشيط اللي موجود في الفريق النادي الافريقي كل كورة يخسرها في وسط الميدان تعرف في الكورة وقت اللي تخسر كورة في الدفاع بعد الحين ما تكونش خطيرة لأنه الدفاع بتاعك متمركز والبلوك موجود لكن كنت تخسر كورة في وسط الميدان غادي الكارثة لأنه الفريق كله مندفع إلى الأمام وتولي ثم معناها ثغرات في البلوك متاع الفريق وتكون معناها خطورة المهجومات كل الاختيرة وذي اللي صار مع الملعب التونسي يعني الملعب التونسي هو اللي خلق الاختر هو اللي يستحوذ لاعبي الوسط نعود نرجع راهو النادي الافريقي ما تنجمش تبوي مقايمة لتاريقة اللعب متاع البيتوني إلا ما يصلح مشكلة وسط الميدان راهو الديويل اللي كل ربحوها لعب الملعب التونسي دوزين بال زي دوزين بال إذا كان مش تخسر معناها الثنائيات وتخسر الكرة الثانية وتخسر الأداء الهجومي بتاع الأظهر متاعك وما عندكش معناها لعبية أرقية عملوا الديفيرانس كل شي كيفاش تحب الفريق يلعب مليح وإذا كانت تغير اللاعبين أشاك فواء كيفاش تحب ثم أنسي جيم وكويزيون والتناسخ ما بين اللاعبين والزيونتوماتيزم يضي حاجة والآليات أصلا الآليات الآليات الهجومية ماذا ماش في النادي إفريقي ما تعرش شنو السيركيوي بريفيرانسيال تاعو مم انت فهمش كورك مش تخرج من الدفاع مني مش تتعدى مني مش تمشي على شكوم مش تتاكى على شكوم كاذا يا فهمدي وفي الملعب التونسي هو واضحة الملعب التونسي معناها ثم خدمة متاع امريكان زالي صحيح فهمني وطريقة اللعب مع التونسي مفهومة والوقوف متاع الفريق معناها فريق متوازن ويكيليبري وكل شي في النادي إفريقي بصراحة مزالت عديد النقاط الا الاستفهام صراحة احمد شكو سمعني اي انا انا نحب نتكلم في موضوع شنو الدور بومنيجل في النادي إفريقي اذا كانك موافق على التاريخ اللعب وعلى التغييرات وعلى السلبيات هذي الموجودة كله يزم تناقش المدرب لانه مشكلة شكوم مش يناقش المدرب في النادي إفريقي شكوم مش يناقش هذا ماشي الديركتور السبورتي فمذا ماشي مدير رياضي اللي هو مفروض يجلس مع المدرب ويتناقشه هيئة مديرة مش مش تحكي في الفن الفلومور الفنية بلوني اه ما 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 مدير الفن مدير الفني ديركتور تكنيك لاهي باللجان معنطوش دخل في الايكيب سينيار ايه موز من ناقشوه احنا مسيو بيتونية دا كوردو مدرب كفا ومراه ما نشككش فيه وانا نقول دي ما اراه المحاسبة متاعه ومشتوق ضد لاسوء انا ضد الاسوات اللي تنادي او ناحي بيتونية وجيب نار شكون وناحين لا لا النشوف نحد له ولمحلقة الناحي بيتونية؟ لا لا في الوسائل الاحد ما بتعرف دي ما تقرأ بالوحد لا لا الادارة اه الحق معناها ما تصرفها تصرف رسين وكل شيء مثلا ما حتى مشكل لكن انا نقول وقت ايش نحاسبو المدرب حاسبو واختلي توفى الفازالي شما زلو تلاثة ما تشويت دعبين عاشرة تاوا تلاثة ما تشويت ومبعد نتحاسبو يوما تحب واتك انا هو لول زلاثة او معتها بي هني قلت لك تكمل الفازالي ونتحاسبه اي يلي كانوا مروا بايا ويجا بايا يكمل احنا السنداج اخترناه اليوم في نفس تقريبا الليتار اللي كنت تحكي فيه واجدي موجود على لايف تريميق متاعنا في تشانيل يوتوب صونغون هل يتحمل بيتوني مسؤولية هزيمة الافريقي قدام ملعب التونسي خاني اخو كراءتك المباراة وحبيت اصلك ايضا على نقطة احمد لحكاة فيها شويسي واجدي الاجنح عمت على افريقني شوفنا خيارات تقريبة مثلا السرار في على الجهة اليسار الخراوي على الجهة اليمين تقريبا الخاطر انعدم كأنهم الزوز من لاعبية ما شفناهم الجملة في بداية المقابل اول حاجة اسلامة اني نقولها بالنسبة النادي الافريقي النيجا متروتار النادي الافريقي في المرتبة الاولى في وضعية جيدة يعني حتى رغم العثارات لكن النادي الافريقي مخسرش كثير هو في المرتبة الاولى الان ومازالت حظوظه قايمة ومازال عشرين ماتش في البطولة يعني لابد من شيء من الهدوء والناس اللي كانت تحكي توها على انه ما فماشي استقرار في التشكيلة والمدرب يبدل هي بيدها كانت تحكي تقول تيان راول يعمل في بيتوني صحيح وراول قاعد يبدل في التشكيلة باش يخليه الملاعبية موتيفي ومتحمسين ويقول التشكيلة كان نهارة الماتش شوف رحم بالله خانت فعل معك في النقطة هذي انا واحد من الناس قلت معنا تحكيت عليها النقطة هذي او قلت مدام قاعد يبدل وقاعد يربح هو صحيح وانا الغلطين لكن اليوم كيخويا كيغلط وانهزم معتهم المفروض يترحل موضوع النقاش صحيح وانا قلت لك راهوا اسلام في العالم كامل راهوا اي مدرب في تاريخ كورة الخدمة على مداعقه راهوا دي ما فم حداش ماكسار بعتاش يدوروا باش تولي يفهمها النوع من اللحمة والانسجان بالملعبية وملعبية تفهم بعضها اللي يقولوا انا بخصوص بيتوني خاصة في مماشي الملعب التونسي صحيح اخطأ في اختيار التشكيل واخطأ في ادارة المباراة هذه حاجة معناته عادي وبيتوني يتنقض كاي مدرب في العالم خاطر اللي يعمل فيه مجرد اختيارات بشريين مجرد مدرب ميكونش في النهار وفي ماتش عادي اما هذا ميحطش معده قيمة المدرب معناته محل تساؤل بيتوني قاعد يعمل في خدمة بها في النادي الافريقي وانا قلت لك راهوا حتى في التدريب بيتوني قاعد يصلح في اساسيات كورة القدم بالنسبة الى عديد الملعبية به بيتوني يتحمل قصد كبير من الهزيم اما زيت هابش نعطيك انا اتفرج في الماتش وحطيت ستيله قدامي وركزت على موفيس باس وعلى رولونس الغالطين اللي يعملوا ملعبية اهي سيدي النادي الافريقي قديش عملت من رولونس غالط عملت النادي الملعبية النادي الافريقي عملوا ثلاثة وثلاثين رولونس غالط ما تشوفش خاطر القنزاري غلط عالي واحرج وتكتيكيا وعملوا ملعبية النادي الافريقي عشرين باس خالط راهوا يبدل ملعب يواقف واحده قدامه زلز ملعبية اصحابه ويمدل غيره باي وين المسؤولية المدرب لهنا انتي وقته تعمل تقريب حوالي خمسين خطاء فردي هي شنوه معنات شنوه تحبه المدرب بشي علم كيفش تعمل باس كيفش يجي علم كيفش تعمل رولونس صحيحة صحيح ما القنزاري شنوه عمل اضغط عالي عن النادي الافريقي وخلى الهم ديمة واحد ليبر قال لي هو علي يوسف وقال لي حمزة بن عبدة اش يعملوا يطولوا كورة وقت يطولوا كورة كان جا عندك ايدو صحيح مسالش ايدو سيتان جوار ستاسيون انجم ياخو الكورة وحتى كان يضيع عشرة ينجح لك في اربع اما حمدي العبيدي ما عندوش لكاليتي هذوما باي بالنسبة للتغييرات مانيش موافق الكرة سمحنا بالله قبل للتغييرات لو تعرفش كون الجماعية تلعب الكورات الطويلة الاسطرة متاحها تعب مش لفون سنتر تعب تلبدأ انت ما عادش عندك ثقة في لاعبي الوسط ولا تمركز متاحهم والطلب بالكورة متاحهم غالط ولا وقت لها شك فوة ياخدوا كورة يضيعوها وقتها المدافع ما يلقاش الحلول في الوسط واللي يطور كنت شو وقت يضغط عليك المنفس يخليني كان لك سيال ليبر اللي هو يتولى مهمة مثلا الرولانس ايه شنو بش يعمل لك سيال ايه وقت اللي يبدأ انت يعمل لك محاصرة اوم اوم وانتي كنت تحكي على الوسط ميدان تال ملعب تونس يتبارك اللي عليم معناتها فيه ملاعبية اه قوة معناتها رهيبة في الضغط و و معناتها عادي بش لك سيال يضطر انو يطول كورة وقت انتي في الحالة ذي مش اشرفوا مش كل مرة مش كل مرة هنا نحكي لك على ثلاثة وثلاثين رلون صغالتها هي تطوير كورة تمشي لدفرسير هي معناها كان جاي ايدو موجود مش نلعبوا ثلاثة وثلاثين كورة على ايدو يعني مش معقول على الاقل تنجح في عشرة منهم في خمستاش منهم التركيبة متاع وصل الميدان وطريقة اللعب والتنشيط متاع وصل الميدان مايش ساعة بالنديل افريقي معناها اكبر معناها واضحة للعيان وسط الترام تعال نديل افريقي هو المشكلة الكبيرة مش المشكلة الوحيدة هو المشكلة الكبيرة في في اذا كان تلعب بنتي بسيماكولا و احمد خليل تتجاجة انتي تحس روحك في الناحية الوجومية بش تحس روحك مقوس ام افهمني كملت احمد لا انا بش خلنا به مثلا المشكلة متاع اا مدرب الناديل افريقي اللي هو يعمل الخطة التكتيكية يحط الخطة التكتيكية والحدي ويجعل ملابين انا في تقديري بالنسبة اللي فكتيف متاع النادي الافريقي من الافضل انك تشوف حسب البروفيل متاع الملابين انك تحط التشكيل وزادة يزلم شوية اجتهاد في الاختيارات كان ينجح مثلا مدرب النادي الافريقي دا كورد و سيمي كولا وقت يلعب معه سيمكولا ووقت يلعب معه احمد خليل يولي ملاعبي عادي ويفقد لي في كاسيتي متاعه ويفقد جزء كبير من امكانيته. من خطره هو قوته ووقت اللي يلعب طنبون قدام لي دوز اكسيو. ذاني حاجة. ووقت اللي انتي عندك مشكل في التنشيط وفي الفيلم اليوتنا. يجرب قليل اشاذك احطه عن دوزين بيفو. واللي حطه تحت التاكون. وحط ايت مالك معناتها في الكولوار في بلاسة الخضروي كي مش ماشي. جرب كي يزون بي كي زون بي. ملاعبي رهيب كتحطه تحت التاكون. انت وقتها كنت تحكي لي اسألتني علي جولدو كولوار صحيح. اللاعبي الارقى كما قال الكوتش زادا موش قاعدين يعاونوا في النادي الافريقي. لا يا هبتوللي ديفونسور ياخذوا معهم الكورة ويعاونهم. لا ياخذوا كورة بالظهر ويدخلوا المليون التنى. لا وقتا يكون فما الضغط عكسي يمشي وهم المليون التنى بش يسندوا. فما مشكل كبير في النادي. وانا في تقديري. هلش ميلعبش في النادي الافريقي مثلا ثلاثة اربعة ثلاثة ثلاثة خمسة اثنين. تبدأ ايدو معنا محمد العبيد القدام وعندك تروازكسيو باهين على الاخر. ووقت اللي انتي ما عندك اهمليوت ترى. ناقص لجريسي فيتي. وعندك خلل تقريب في ثلاثين متر وفي تركة الخروج بكورة وفي طريقة التغذية الدفاعية في في وسط الميدان. لناشي متجرب حلول اخرين. ما تلعبش بالطريقة. هل اربعة ثلاثة ثلاثة راية ما تنجحش في تونس. معناش لي جواردو كريتان. لا تنجحش متنجحش في تونس. سمحني آآ بزيلة احمد راول مشكلة مش في السيستيم. هذة اربعة ثلاثة ثلاثة وثلاثة اربعة اربعة كل مرة فالاخر ولا وزيدين تلاح فاربعة مرة. لا 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 ماكش فهم. معناها اولا ان دي فون سا كات. اه. ثلاثة ولا اربعة هده لعنى كيفي للدفيرانس. اربعة ثلاثة ثلاثة ولا تلاثة اربعة تلاثة فهمني مش هدا المشكل. المشكلة في التنشيط. سمحني. اه. تنشيط انتي كيفاش تحب التنشيط متاعك يكون معناها زمعا زمعا زمعاалосьة وكل شي وقتلي انتي تغير برشا انا من نفهمش كيفاش ملاعبي كما كنز اا كنزونبي وتاني اعليش تحتهم على البنك لما يرجوان. انتي عملت مزي عدم العبدالونسي. انتي خدمت مهركة واغتلي لما يرجوانة متاعك اللي بحطيتم على البنك. كما يعيبون في النادي إفريقي بن عبده وعلي يوسف وسمكولا وكينزانبي والتيني هذا ما يتنحاوش من الفريق ما يتنحاوش من الفريق هذا ما هالوساتور تالي كيب هذا من الجهور اللي بلوزهم فورم ولي شدين ما شكونهم عاودهم لي؟ كينزانبي والتيني ويليس وسمكولا وعلي يوسف وبن عبده هذا ما فيهم مش كلام ما يتغيروش غادي الاخرين اللي ما هوش في فورماتنج متنحين نعم فما ملاحظة شكلية نشوف خدمة صحافي قريش وتعب شوفك الورقة مستحفظ عليها منهر السبت نعم منهر السبت حاطتها في مكتوب وجيب بها وما ضيح إيش وعمل بها ودي بها وديبلازم نعم اخوي مالك ركز عن توسكي بوزيتيوف حت تقدر للماتش وقمة الجولة كان استعملت ورقة كبيرة خير نأتي ما نفك الكلام اي مش نفجع عليك مش عطيك كلمة خلن مش نبدو كلامنا على معطيات علمية ودقيقة خلن اسمعوه انتظر المعطيات العلمية انتظر المعطيات العلمية انا حاجة لحب نقولها كان هناك جمعية وفرت المدربة ظروف وانتدابات وستاجات كما وفرته هيئة النادي الافريقي يعيشوا في اللوكسة انا هنا تعرفين ندخل بعضي وقتل الران النادي الافريقي في بداية الموسم رينا سيوجد يانستيل دوجو قلنا بش البني وعليه رينا ايت مالك يخدم في خدمة مغايرة رينا ايت مالك يابت من وسط الدفاع المنافس ياخذ الكورة وما تعالش عليها كورتك وين بش تمشي كونتر بن قردين حتى النيو اللعبات فرحة مع سياسيس في ردس لعبات صفقت للجورات خطر فاما انستيل دوجو وينمشي هذا الكل وينمشي هذا الوقت اللي انا الران بارح علي يوسف علي يوسف ارسيجي الوحيد اللي رغم انه جمعيته القديمة حمزة بن عبده هو اللاعب الوحيد اللي يلعب نقول الوحيد الوحيد يعني نقول علي يوسف يرجع لي شك نقول زع ما وصلت بعض عروض بش تراجع فما كورا جيت هون روتري ما راشي شو يرجع هراء واندوزين ميتون ما كانتش يعملها الاختاءة ذي علي يوسف حاجة ثانية يعني نحكي على بيتوني ركب بيتوني زد على روحك ذقت ومعراش في تونس وعليش كلامك صحيح في علي بمونيجل علي بمونيجل العب في النادي الافريقي ويعرف الذقت زاد على رغضها انا المرلي فاتش قلت قلت رو كارثك الممرنة ذاية ما عرفش يقرل ماتشوهت الكبار هذا ثلاث ماتش كبير يتعدى بالجانب الحدث قاعد لحسب له تعرفش عندوش مازالو مازالو الدربي وسيد بيتوني لقى دربي نحكي على دربي معنش نو جمهور النادي الافريقي في الدربي رو يتحاول رو اذا كان ما كش تقرح حساباتك ومش تحضر جمهور النادي الافريقي ما يخفرش في دربي رو اخفرلك مع اسطاد اخفرلك مع اسفاقس اخفرلك مع باجة رو في دربي ووضعية اخرى وما نحبوش نوصله السيد هذا لازم يراجع حساباته مش مش يكون قيمته اكثر من فوزي البنزارتي جاي حاب يشتهد ينجد يكون مش مش يشتهد بالتبالبيز هذا قاعد الرافيون ترونير اسفاقس انا عندنا نحب بالتبالبيز متاع للجوريات مالموت طوى عندك عشرة جوريات ما نختلفوش نحنا في البلاتو شكون الجول وشكون الديفونسور وشكون الاتاكون هذا يا السيد اهم حاجة نحب نشوفها اللي انا منعو الشيق وتوليد هو الاريرجوش متاع النيدي الافريقي رو فاما الجماعيات اخرين تحب تتفرش فيه رو جوار عالبي ما نعاش انا انتي كحسب تروحك انتي بش تلعب خمسة جوارات خمسة جوارات جدي بيان حافظين التناب ايت ميلك وحمزة والخضراوي هذاك طوى على جناب الخضراوي ما نعرفوش نوع مش كلتو الزمزبي مزيل معتاش ابن الجماعية مزيل يا زمزبي ماك ماعطيت شي وماناش عارفين هذاك النيفوم تياك ولا مازل بش تتحسن اه احمد خليل اذاك ما نعرفوش كيفاش معناه يعبد كي ما قول التكنيك ما انا هنا خوية اذا كان الممرن هذا انتي قلت كلمة مهمة برشة طوى عايش في الحاسب الممرن مش الحاسب جميع اللي يعرفوا البطولة التونسية ما فيهم معلي بومنيجل امم اذا كان خوية انتي رك تحمل معا المسئولية روجيك دربي روجيينك عبادة لو متسامحش وما تخفرش في الدربي محس كانا حمالك ومنيجل سمحني واحنا قاعد مدرب تانا قاعد يدرب قاعد يلاعب تيما في زوز زوزة جانب تقريبا زوزة جانب تكون لعبها ليوسف و وليه وسيواجدي وسيعمتك الحق فيها انتي حمدي العبيدي قسم نهار حمدي العبيدي قسم نهار مرتو تتولات وما مركلكش نحنا حكينا مشاكل وما حكيناش الاسبات سيواجدي وجمع مالك فقط اللاعب الثاني جانا اسمه طوى مؤكد يلعب في جمعية قريبة من العاصمة وما هوش في الفريق الاول ويلعب في الاميل معناه ما هوش اسم كبير ومش معروف برشة اللاعب ثاني لكنه في جمعية قريبة من العاصمة فاضل مالك عندك حراجنا بحاجات كالعادة كالعادة نحطوا بالطبع على الليستات كما تشوفوا الانيف وتوتروا هذيكم يقعدوا ديما الليستات خاء على الماتش بشنا ننلخص المواضيع حكينا الحكاية والجماعة كل على الاشكاليات والبروبليم في الانيماسيون فونسيف خلنا ندخلوا في الديتاي ما غيره نحن نحكيوا على النادي الافريقي ما كانش في يومه اما ما حكيناش ان الملعب التونسي كان في نهاره هذي حاجة النادي الافريقي تقريب كل جمعة فورماسيون عكس الملعب التونسي وكي ما تشوفوا في الفوتو ديو تقريب 14 ماتش بين شامبيونات وبين كاف الملعب التونسي 90% نفس التشكيلة ما فهماش حتى تغيير الملعب التونسي مالك انزاري ذا هي نقطة الأول النقطة الثانية بالتباع مش نحاول مشوا الاكسيون كيما قالوا في الخروج الكورة وكيما الاحصائية 33 قلت اخويا احمد غلطة ارقموا غلطة لا مش غلطة ارقامي انا حتى غلطة وثلاثين حبيتنا ان نمشي على كلمه هو 33 مرة الجوارات النادي الافريقي يعملوا روانس خدمة مانويل خاتر خدمة مانويل خاتر خدمة مانويل مجيز خدمة مانويل مجيز ويركز برشا على الفيزيوناج نحن نحكيه مناش على شخص نحكيه على عمل جمعية انتي سيواج دي وتعرف جمعية كي تلعب 14 ماتش تقريب نفسي كيب كتاب مفتوح تجم تعرف عليها كل شيء بينما النادي الافريقي كل جمعة ماتش سعيب سوى الاناليست ولا اللي يخدم الفيزيوناج سعيب يخرج عليها حاجات خاطر كل مرة فورمسيون كل مرة شي ما تكتيب الهنين نشوف الملعب تونسي سمحني برسمك دو انتي تحكي عالتكنيسياء اللي بش يعمل معناها صعيب علي تدير الملعب متع النادي الافريقي اللي كل مرة عنده الايروبير يتبتلون معناها حتى الملعب معناها موقد ومش يدخل بعضه نحن نعرف بيتوني يركز برشا على الاناليز وعلى الفيزيوناج الملعب التونسي تقريب نفسي كيب النادي الافريقي فهما تغيير الهنين كنشوفوا النادي الافريقي في الماتشوات نحكيه على طرح مستير وطرح باجا وطرح السي اس اس الكلوب كي تبريسي عليها شكون اللي يعطي الحلول البن عبدة وعلى اليوسف اللي قلت انتي فما دي شي تكنيك ولي باس للأدفرسير علاش؟ الهنين نشوفوا الزمزمي عامل كبير الملعب الوحيد البروفيل متع الملعب الوحيد في الميلي تيران اللي يخو كورة ويعمل روتاسيان ويدور فاس معتها للأدفرسير خليل ما عنديوش للبروفيل هدايا نفس الشي سيميكو لا هذي حاش الحل الثاني اللي هو السرار في السرار في كي يدخل الانتريور وتوماتيك ماوه يخدم نفس الرول بتاع الميلي تيران واتعملت ويدخل الهالف سبيس وياخد الابيل متاعه بتاع الكورة ويعمل الكنترول ويعمل الابويم متاعه ويعمل الروتاسيان ويوالي لهنين عبارة ميليو تيران الحل الثالث اللي قلت عليه يدوه الحل الثالث تبريسي عليك جماعي حال الثالث تعتمد دي ريكت على تكون تعملو ستاسيان و تحاول تخدم على دزيان بار انتي يدول هنال حال معتال هنال انترنور نرمال من بلو اه بلو بي و بلو سي اذا يوصل نيفو عالي لانه البقليو عام كبريسينك لانه الكلوب القاتل يتميلك ولانه نقصوش ميريت متاع بونهر المليو تيران كما تشوفوا في الفوتو سيس موجيشا اي بونهر الموجيشا الهنان شوفو كيفاش الشان ديفيزيون بتاع الديفنسير بشي خرجوا الكورة الايتمالك اللي هو قعد الشوال وحيد في الوسط الزمزم يعي العبش وتاني زادة اللي حكيت عليه تاني اقوى حاجة فيه ترح مستير وترح السياس اس اذا ما ينراوهاش في بارشة اظهره يدخل المليو تيران ويعمل الابيل عبارة هو اصله مليو تيران هو من الارير جوش يدخل الانتيريور نسميوها افلتريشن ما غير كورة يدخل تسرب يدخل ما غير كورة ويولي تروازيهم شوها ولا 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 يحلك للشان ديفيزيون بتاع الباس واعتمدها برشة دونك الهنان عندك برشة حلول ايدو ستاسيون ولا الزمزمي ولا اسرار في ولا تاني الهنان الاربع هادو مش موجودين دونك الناد الفريقي تلاز يلعب جو ديريكت على ايدو هذي نقطة الحاجة الاخرى وذي شوى تكتيك بتاع بيتوني وانا كنت بالاتصال مع شكل من 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 الستاف تاع التكنيك تاع الكلوب حبيت ناخو معلومة ديما انا يزمن يكون معلومة يصحح نشوفوا الهنان الكلوب ضايع ستة وثلاثين دقيق خضراوي على يمين واسرار في اعلي سار نعرفو فالكورة موديرن ليزيلي يكونوا عكسة قيام بحكم بشي حلو كيل هاتو وللارياريت وبشي يعملو المونتي متاحا لاني يلعب عليش اختار شوى هادا حب يعمل اكثر يلوج اكثر لي كورنيرو لبلاريتي هذي الشي ما جاء واليوم ما جاء وما استغاليهم مش ملوت جاء والساعة الاولى دي جاء وصار تنوية عرافو البلاريتي برشا قالوا ما صارش تنوية عرافو فاما في البلاريتي زو زنوية تاع التنوية او الحاجة سيعة البلاريتي اللي مركيتهم لكلوب قبل الخامسة بونتو بلاريتي الكل هم التيرير شكول يا غايث صغير يا زمزم الليوم مش موجودين اللي حاجة بتبع الرياح اذا كما نحكيه وش عار عطاقس جوست صار تنوية في البلاريتي البلاريتي تجم تخدم ادو واتروه وتجم تخدم صنتراج ديريكت لكن تنوية صار في الزونة يتح فيهم الكورة تحت كورة في البلوميو بوتو تحت في البيوكس وتحت في الدزيم بوتو محتى صار تنوية في البلاريتي اسم الرياسيت ما حظرتش ذكا حاجة لكن انساء اللي الملعب التونسي قوتوا في وسط الميدان لانه هو حبي يلوج على لرجير دي تيران والكورة معاني العذر الكلاسيك الي زيلي كلاسيك حالوا اللرجير الهنى زي ضعف الناد الإفريقي في وسط الميدان معاني معاني بش تحاول تعمل اللي نيماسيون تاك للهرغانيزازيون معاني التنشيط الوجومي ما هلقيتش الحل رابط بيك انتي زيادة المعلومة ثيرثة على اللي نيماسيون عاد تروى معاني We terwakis ولا زوز في اللاكس نحن نلعب باربعة في اللاكس باربعة في الدفاع باربعة في الدفاع بشتوالي ثلاثة مع المنتين بتاع الارير دروال الارير غوش بتصير كوفيرتور نفس الشاي كي تلعب ثلاثة رايبش تقعد زوز معتها ديما الانيمation هيتختلف معتها سيوات تلعب تروى ولا أدو ديما بشترك روحك ديما زوز في اللاكس معتها متجمش تقعد هي بيدها تروى معتها الثلاثة في اللاكس ديما فما اكسيال يمشي يليه يمشي مليو تيران نفس الشاي كي تلد المزوز نعم سمعني الانيمation في خروج الكورة وكل شيء مش كي ما ديفانسة 3 كي ما ديفانسة 4 في الرلانس في كل شيء عندك ديزيكسونتري رابو بارتك مالقدم نعم نعم نتقعدش استعبال دروا نحكي لك على الانيمation تختلف راو في السركو في كل شيء تختلف راو تختلف فما ديفانسة 4 تختلف بارش على ديفانسة 3 حتى في المهم المتاح عما هي ديما شوف ربي سبحانه مع تريد تخدمها ترواها راكم بعبش ترقى روحك دو تخدمها دو بعبش ترقى روحك ترواها انت مع النقطة مهمة ما حكيناش عليها اللي انتي توجبتها حكاية الريح معناها النادي الافريقي شوطلول كل الريح قوي معناها في صالح النادي الافريقي ومشفناش حتى شوطة انا نحب الركز على الوقت هذي باركة كما اخدك 36 دقيقة ضاعتهم لكلوب معتا ليزي لي حلين اللي رجل ترى خضراوي زمزمي عكس للمات شوية الاخرين وثمونتاش انتقيقة بالضبط ضاعت الكلوب ما غير اتاكن غير افونسنتر خروج حمدي العبيدي وما تخلش وايت مالك ولا هولا لا تاكن معناها الافونسنتر كذوما يجيو ثمونتاش وخمسة وستة وثلاثين دقيقة يجيو اربع خمسين دقيقة بريسك زائعة من الافريقي خليمشي وفاصل طبعا نرجع للمذيولة المباراة المدقة طوانا شوية في المقابل باحتوالها هي مقابل اهم بالجولة هيري بعض نحاول انسروا ريتم شوية فاصل الموزيكا وبعد رجعي ترجمة نانسي قنقر